في جرائم قتل الأبناء كتير جدا يعني كان آخرهم سفاح الشروق ده دبح ولاده أربعة أطفال من سن ثمان سنين لسن ست شهور وقتل مراته واخد بالك وده كان إيه السبب؟ والله وما فيش سبب أنا بسأل زؤال غريب قوي لا خالص فيها سبب لا لا هو شك في نسبهم بس قصة السفاح دي اللي هتكلم عنه ده قصة كبيرة كده يعني دي لا بس احكي لنا احكي لنا يا استنسامي أنا عارفة أن أكيد أنت قابلت أياما يعني نحن نسكن منتكلم قبل الهواء طيب من ضمنهم طيب من ضمنهم الراجل ده اللي هو قتل مراته حضرتك عملت لقاء معي هقول لحضرتك قتل مراته وقتل ولاده في 2018 تمام؟ أصل القصة أنا قاعد في المكتب فجالنا خبر واحد قتل مراته وأبناءه الخامسة في الشروق طب هاتوا اسمه فجابوا اسمه أنا حطيت اسمه على مؤشر البحث فطلعت صورته معي فعلا صورته معي أنا شخصيا في لقاءات تانية ما تقوليش حد من صحابك تبقى مشكلة لا خلص فأنا تشككت في الأمر فالمهم دورت على الصورة اللي بينه وبينه فكان الصورة دي داخل اسم شرطة العمرانية في الجيزة وأنا قابلته في سبتمبر 2009 تحديدا يوم 9 سبتمبر 2009 قبلها بتسعة سنين 9 سبتمبر 2009 قتل شريكه هو مقاول وقطع جسته ورماها في شنطة سفر في نهار رمضان أنا عملت معها عملت معها حوار ونشرته في المصر اليوم أيوة زي نقف عند الخوار دا أكمل عملت معها حوار طويل يعني عن القصة وليه قتل وليه عمل خلاص وانا نسيته تمام؟ المهم في شهر سبتمبر 2018 في نفس اليوم اللي ارتكب فيه جريمة قتل شريكه قتل زوجته وولاده يا الله اكتشفت ايه؟ لما انا تأكدت انه هو دا نفس الشخص اكتشفت انه هو دخل السجن وتحكم عليه بالاعدام وهرب في صورة يناير لما اقتحهمت السجون يا الله خرج من السجن عاش باسم مغاير غير اسمه واختار الشروق اشتغل فيها ومراحش بلده اللي هي في الصعيد وفضل هنا مستقر هنا في الصف شرق الجيزة واتجوز من جديد في 2012 بعد هروبه اشتركوا في القناة